المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم من الهم شنال جزبا ان شاء الله تكونوا بحير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين تكونوا مور ديالكم زينة وفتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي لياكيد اكيد ديالهم شنال وصفت لي ان شاء الله ستكون وصفة للتخصيص بملعقة واحدة على الشاي ان شاء الله ستنقصوا عشرة ديالكيلو في الأسبوع بدون حيرمان ووصفة اليوم يعني بزفة الناس ما تعرفوهاش بزفة الناس مع مرهم جربوها فان شاء الله مني ستجربوها ما ستندمو عليها وما ستستغنيو عليها لما لها من فوائد ولما لها من مزايلات وعد ولا تحصى فاليوم غادي نتعرفو على يعني المكونات ديال هاد المشروب هادا طريقة تحتية طريقة الاستخدام وان شاء الله غادي نوريكم الطرق اللي احنا ما كان نستخدموه مشهولو ما كان نشربوش شيء بالطريقة الصحيحة فهالطريقة هدي البنات الى اعتمدنا عليها فكونوا متأكدين اننا غادي نقصو الوزن وخا مشربو غير كوب واحد او جوجة الكؤوس في اليوم فكونوا متأكدين اننا غادي نقصو الوزن فبالنسبة قبل ما عن شون تعرفوه يعني على المكونات فانبغين رحب بكل من كيزور هاد القناة سواء النساء رجال مرحب بلكل ومرحب بجميع وصفة اليوم هي للجميع يعني للجنسين معا اي لنساء والرجال ايضا فانبغين مرحب بكم مرحبا بكم والف مرحبا الى كنتوا اول مرة كتعادوا هاد لاشين فبتنسوش ضغطوا على زي الاشتراك تفعلوا زي الجراز خلوا لي التعليقات الاقتراحات للاستفسارات ديلكم وكل ما كيتعلق بيكم اكيد بأي وصفة طبيعية نالتريدة ديلكم ونالتلي اعجاب ديلكم بتصفقت جوا بتتشاركوا معنا فمرحبا بيها فدبا غادي مشو باش نتعرفو على مكونات هاد الوصفة طريقة تحضير ديلك والاستخدام والاستعمال ديلك هدا هو اهم شيء اكيد فبسم الله على بركة الله غادي مشو لان تعرفو على مكونات هاد الوصفة هادي فبالنسبة المكونات غادي نحتاجوا واحد الكوب ديال الماء وغادي نحتاجو خل تفح هالطريقة هادي البنات غادي نحاولو دائما نعتمدو عليها قبل كل وجبة بالنصف ساعة سواء انو جبت الفطور جبت الغداء وجبت العشاء فدائما ناخدو كوب ديال الماء الامام الاحسن دائما ناخدوه قبل الوجبات باش هكدا يهدم لنا وبالتاليين قسل لنا الوزن ما ناخدوه بش وسط الوجبات او لمنين كونو متلا كانت تغدا وناخدوه قوب بتاع الماء هالطريقة غير صحيحة بتاتا وما غا تساعدناش على النقصان ديال الوزن او لا التخصيص فقبل وجبة ديال الفطور وديال العشاء وديال الغداء الوجبات الرئيسية دائما ناخدو واحد كوب الى كوبين من الماء ونضيفو اليوم خل التفح خل التفح البنات صر رائع جدا عندو عدة فوائد وعدة مزايا فانا غادي نوريكم الطريقة عاد من بعد ندوزو لطريقة ديال الشاي فعادي ناخدو ملعقة او ملعقتين او ثلاثة معالق اللي ما عندكم حتى شي مشكل مع الخل وكنحاولو نخلطو الكل وكنناخدو هاد الكوب هادا الرائع والمفيد جدا لالتخصيص وخيكون فيكم يعني احتى ميت كيلو ولا اكتر كذلك فهاد الوصفة هادي يعني هاد المشروب السحري بسيط جدا غير الماء وخل التفح وكنت دجا كنقولها لكم كنقول لكم هاد الوصفة شفاويا كنقول لكم دائما نخذو كوب تعلمه عملو ليه يعني واحد الملعقة وملعقتين من خل التفح سواء شربته قبل وجبات الفطور او شربته يعني بعض الوجبة ديال الفطور وهم الاحسن تاخدوه دائما قبل الوجبات ولكن بخصوص الفطور يعني غير وجبات الفطور بوحدة علاش كنهدر ماشي الوجبات الخرين فبعض الناس او بعض السيدات كيقدروا مثلا ما يستحملوهش قبل الفطور يقدر يسبب ليهوم بزاف ديال المشاكل فدكشي علاش قلت لكم ممكن تاخدوه قبل غيكون افضل بنيسبة كبيرة بعد غيكون مزيان ولكن ماشي بنيسبة كبيرة بحل قبل الوجبات ديال الفطور فدائما نخدوه قبل الوجبات الرئيسية بوحد نص ساعة وكنوا متأكدين الى دومتو عليه غير اسبوع فغتلقى وحد نتيجة رهيبة وسحرية يعني ان شاء الله غتنقصو عشرات ديال كيلو في اسبوع بدون حرمان يعني ممكن تاكلو اللي بغيتو مع الحيطة والحادر اكيد ونبعدوه على الوجبات الدسيمة خصوصا في الوجبات دائما نعوضو الوجبات العشاب بالفواكه والخضروات ونبعدوه على المشروبات الغازية كل البعد ودائما ناخدو هاد الكوب هادا كيما قلت لكم اللي هو كوب من الماء العادي سواء الماء المعديني او العادي على حسب كل واحد شنو كيف يفضل ومن بعدك تاخدو ملعقة الى ملعقتين نخلطو فح وتوضعوها فيه تخلطو الكل وتشربو بصحة ورحة بدون تحلية ناس لغتسون يفتع عليك وش ممكن شربوا هاد الكوب ديال الماء بوحد ملعقة العسل او بملعقة السكر فان فتوضعوا العسل و السكر فكنو متأكدين انكم غتزيدو الوزن ما غديش نقصو الوزن فدبا غدي ندوز معكم ان شاء الله للطريقة ديال يعني الشاي اللي قلت لكم فبسم الله على بركة الله دبا يعني عرفنا الطريقة الاولى فكما كتعرفوا على الشاي دائما كنشربوه يعني بالطريقة المعتادة وبطريقة المعروفة هنا اخدي تحبو بالشاي ما مطحونين شوهم الاحسن يكونوا مطحونين انا غير جبتهم يعني هنا عندي اتيش شعرة كما كتلاحظو فجبتو غنستخدمو بهذا الشكل انتم ممون من الافضل انكم يعني تاخدو شاي بودرة من الافضل فغدي نوريكم الان الطريقة غدي ناخدو كما كلكم حبو الشاي مطحونين كوب ميناء الماء وغادي ناخدو البودرة السحرية اللي هي الزنجبيل او السكنجبير بودرة سواء كان بودرة او كان طازج حتى وان كان طازج غتكون الوصفرة معليكم اللي تاخدو سكنجبير طازج وتبشروه او لا تحكوه وتستخدمو في هاد الاغسد عندو عدة فوائد لا تعد ولا تحسب الناس اللي ما بغوش يستخدمو مثلا سكنجبير طازج بحكم بناديالوك تكون شوية قاسحة فمن الاحسن تاخدو زنجبيل بودرة عفوا زنجبيل الطازج غتلقو عند اقربع الشاب او لا اقربع الطامتو فرحدكم في المنزل او البيت ديالكو عادي تجيبو ذاك الزنجبيل تغسلوه وتنشفوه من بعد تبشروه وتستخدموه في هاد الوصفة هاد وخاء غير تستخدمو غير كمية قليلة بالنسبة للناس اللي غيقولوا لي را عدنا مشكل في المعداء عدنا مشكل ما نقدروش يعني نشربوه ما نقدروش فان شاء الله ده بغادي نعطيكم فوائد زنجبيل الرائعة يعني عندو عدة فوائد منها حماية عدلة القلب والاوعية الذموية تخفيف ألم المصاحبة لالتهابات المفاصيل تقليل تورم الحاصل في العدلات والمفاصيل أيضا تحسين المزاج والشعور بالراحة بالنسبة للناس اللي دائما تتقلب لهم يعني في ساع تخفيف الألم المصاحبة للربو والتهاب القصبات الهوائية وتسريع شفائها حماية الخلايا الدماغ وتقوية الجهاز المناعة في الجسم علاج بعض الحالات أو بعض حالات السرطان كسرطان قلون والمستقيم يعني بالنسبة للقلون المستقيم هذا السكنجبير أو الزنجبيل سواء كان بودرة أو كان طازج عنده عدة فوائد بخصوص ذلك ومنسوش أنه رائع جداً بخصوص التخصيص فالآن غادي نمشي نعمل معكم نوصفة فبسم الله بخصوص سوف نضيف كمية من حبوب الشاي كما تلكم الأحسن يكون بودرة سوف تصنعوا أو سوف تصنعوا كما تقولوا أهتي عادي سوف نخلطوا باش هكدا يكون لون في الكوب أو في المشروب أنا هناك كما كلكم عندي حبوب فاللون ما غاديش يكون حاضر تستخدموا بودرة الشاي وليس حبوب الشاي فالان بعدما عملتوا الكوب ديال الشاي ديالكم كتاخدوا سكينجبير بهذا الشكل سواء كان بودرة او كان تازج يعني ما بشو وكتاخدوا واحد نصف متحاولوش تكتروا منه بزا يعني تقريبا واحد ربع اولى نصف ملعقة بسكينجبير بهذا الشكل وكتخلطوا الكل وبالتالي المشروب كيصبح يواجد للاستخدام او للاستعمال والناس ايضا اللي غايسولوني في التعليق ويقولوني يا واش ممكن نحليو هاد المشروب بالسكر بالعسل بزايف ديالنك هاد تخلو احد اخرين فما يمكنش باش تنقصوا الوزن باش تساعدوا الجسم ديالكم على التخصيص ما يمكنش اننا نستخدموا العسل ولا سكر سانينا لانو اينفا كنستخدموا سكر سانيضا والعسل بالتالي كنزيدوا نزيدوا الوزن واخها غير بنسبة قليلة او تدريجيا كيبدأ يرتافع الجسم ديالنا وكيزيد لنا الوزن فمن الاحسن ان وجوش المشروبات اللي قدمت لكم اليوم سواء هاد الكوب اللي غتبقوا تتاخدوه يعني قبل الوجبة ديال الفطور والغضاء والعشاء بنصف ساعة بخالة توفاح غادي تاخدوه يعني بدون تحلية وكذلك المشروب ديال الشاي اللي وردتكم بهاد طريقة هادية ان شاء الله نجيكم بعدة طرق لانو بزافة الناس كيلي ما كيفضلش سكين جبير كيلي ما كيبغيش كيلي ما كي يستحملش ديك البنة ديالو ونوك هاد يلوفة اكيد عادر الجميع نحاولو نجربو هاد الطريقة هادي وان شاء الله في فيديوهات قادمة هادين جيكم بعدة طرق لشرب هاد المشروب هاد ديال الشاي بطريقة سهلة مهلة وبمكونات واحدة اخرين اللي حتى هما كيساعدونا على نقصان ديال الوزن او للتخصيص بحال سكين جبير والحمد اكيد المعروفين عندنا بانهم كي نقصوا الوزن وكي يخصصوا لنا من الجسم ديال فكانت هادي هي الوزفة ديال اليومة نتمنى انها عجبتكم استفتوا منها جربتوها وترجعوا لهذا الفيديو تكتبوا لنا كيف هاجهتكم في خانسة تعليقات بدورين شكلكم لا حسنت تتبعكم لهذا الفيديو ما تنسوناش بالبيك لايك وموعدي معكم الجديد في فيديو قديم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة